السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاجل من المالية للموظفين واصحاب المعاشات بدون قضايا صرف فروق 10 تلاف جنيه فروق علاوة من 2017 حتى 2024 تعالوا نتعرف على مستحقاتك المالية وتفاصيل الخبر الأحباب الكرام في كل مكان بنزوف لكم خبر يسعد الموظفين بالخدمة ومنخرج ومعاش زيادة 150 جنيه في المرتب وفروق من 2017 حتى الآن تصل ل10 تلاف جنيه وبدون قضايا ومعانى المستندات المؤيدة لذلك بس قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر نعمل من حضراتكم تشير الخبر على صفحتكم الشخصية وعمل لايك والاشتراك في القناة إذا كنت لسا مشتركتش وتفعيل الجرس بالضغط على كلمة كل ليصلكم إشعارات جديدة بكل ما هو جديد الأحباب الكرام أصدرت الإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية كتابها رقم 126 الصادر في 19-1-2023 والمتضمن بأنه لا مانع من تعميم ما جاء بالقانون رقم 16 لسنة 2017 الخاص بالآتي المواد الخامسة والسابعة والثامنة من القانون رقم 16 لسنة 2017 الصادر في 14-5-2017 بضم علوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعليه يتعين صرف كافة المستحقات المالية للمعلمين وما في مستواهم وما في مستواهم بالتربية والتعليم الخاضعين للقانون 155 لسنة 2007 والمعلمين بالأظهر الشريف الخاضعين للقانون 156 لسنة 2007 يتم صرف كافة المستحقات المالية على أساس المرتب في 1-7-2016 وليس على أساس 2014 وذلك بعد ضم علاوة القانون 16 لسنة 2017 اعتبارا من أجل شهر يناير 2023 وصرف الفروق المالية التي قد تزيد عن 10.000 جنيه عند الكسين من الزملاء وهي الفروق المالية من 1-7-2016 حتى الآن هذا أمر لجميع الزملاء المعلمين بالتربية والتعليم والأظهر الشريف الجديد بالذكر أن العديد من الزملاء المعلمين رفعوا دعاوة قضائية بخصوص هذه العلاوة والفروق المالية بعض الزملاء صرفوا منفذ الأحكام والكثير من الزملاء لم يتمكنوا من تنفيذ الحكم لكن بعد قرار وزارة المالية بتعميم القانون رقم 16 لسنة 2017 أصبح لا حاجة لتحريك الدعاوة القضائية وعلى السيد وزير التربية والتعليم إصدار قرار مماثل لما تم بالأظهر الشريف وتعميمه على جميع الإدارات والمدريات التعليمية أترك لحضراتكم صورة من القانون رقم 16 لسنة 2017 غلق اطلاع عليه هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته